السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة الموجة الخاصة ترحب بكم معكم أستاذة هدى قسمة التربية الإسلامية طلابي طلاب الصف السابع دمتم سالمين درسونا اليوم بعنوان حب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام درسونا عبارة عن حديث شريف ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بحب نبي الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في كتاب الأيمان والحديث حفظ نحفظ علينا أن نحفظ الحديث سندا متنا وسندا رواه الحديث أنس ابن مالك ابن النضر الصحابي الجليل أتت به أمهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخدم النبي ودعوا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والعمر والولد فكان أكثر الصحابهم مالا وعمرا وأطولهم عمرا وأكثرهم ولدا أنس ابن مالك ابن النضر رواي الحديث معنى الحديث الإجمالي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والده وولده والناس أجمعين أي لا يكون إيمان أحدكم كاملا حتى تكون محبتي لديه أكثر مما سوى من سواء كان الوالد أو الولد أو كل البشر كميعا وسوف نرى تفصيلا معنى الحديث يتناول الحديث ثلاثة محاور أساسية أولا حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان ثانيا محبة الرسول لابد أن تكون أعظم من محبة جميع الناس ثالثا واجب المسلم نحو النبي صلى الله عليه وسلم حب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من الإيمان إن الإيمان الصادق يتطلب أن يكون المؤمن محبا لله ولرسوله ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إذن هذا على لسان نبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله سبحانه وتعالى أن يقول للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني أنا محمد فإن اتبعتوني فإن الله يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم إذن محبة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين تتحقق إنهم اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصروا على نهجه في حياتهم وآثروا رضاه على كل شيء آخر واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك يكونوا محبين للنبي إذن محبة النبي معناها اتباع الرسول اتباع أوامر ووقتنا بنواهي محبة المحور السنين محبة النبي أعظم من محبة النس المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعندما خلق الإنسان جعل له فطر فطرة منها فطرة الحب ومن ذلك حبه حب الإنسان لوالديه أو حب الإنسان لأبنائه أو حب الإنسان للناس أجمعين فمثلا حب الإنسان لوالديه هي عبارة عن محبة إجلال وإعظام وتقدير أكد عليها الإسلام في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان أي أحسنوا إلى والديكم بالأقوال والأفعال والحب والحنان إذن محبتهم هنا محبة إجلال وإعظام وتقدير ومحبة الأبناء محبة الأبناء محبة شفقة ورحمة وأيضا الإسلام وجه عنايته بالأبناء الرحمة بهم واللطف معهم وحسن تربيتهم ورعايتهم وأيضا ثالث نوع من المحبة محبة الناس أجمعين وهي محبة استحسان تقتضي حياة الإنسان لأنه خلق ليعيش مع غير إذن محبة الوالدين محبة الأبناء محبة الناس أجمعين ورسول صلى الله عليه وسلم جمع كل هذه المحبة في محبته فلا يصدق إيمان الور إلا إذا كانت محبة النبي أعظم منها كل هذه المحبات عن محبته لكل مخلوق فإذا تعارضت مثلا محبة النبي صلى الله عليه وسلم مع أية محبة عند المسلم سواء محبة والديه أو أبنائه أو الناس أو غير ذلك فإن عليه أن يقدم محبة النبي على هذه المحبة فلو مثلا نضرب مثلا لو مثلا أراد أن يزور صديق دعاه لزيارته لكي من باب تبادل المواد ده والمحبة بينهم فوافق الوقت الذي دعاه فيه لزيارة صلاة مثلا الجماعة فهل يذهب لزيارته أم يذهب لصلاة الجماعة طبعا لابد أن يقدم محبة النبي وهي اتباع أوامر النبي على محبة ذلك الشخص فإن عليه أن يذهب لأداء صلاة الجماعة أولا وبعد ذلك يذهب إلى صديقه وبذلك يجب أن قد قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة ذلك وأخيرا واجب المسلم نحو النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات نرددها ولكن هنا المحبة كما قلنا سابقا هو الانقياد والطوع والامتسال لكل ما أمر به يا رسول صلى الله عليه وسلم وأن نكتنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكي تتحقق هذه المحبة يابد أن نطيع الرسول طيب هنا نضرب مثلا للانقياد الطوع الامتسال الأمره الامتسال زي مثلا مثل الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أيضا حب آل بيت النبي أيضا حب الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم إذن صحابتي الأخيار والمحافظة على الصلاة في جماعة وقراءة الكرآن وأيضا بر الواردين والجد والاجتهاد في طلب العلم واحترام من هو أكبر منك سنا والعطف على من هو أصغر منك سنا فكل هذا يعتبر امتسال وانقياد أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أما الاكتناب عن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ألا ألا نتقوعص عن أداء الفرق لا نتكاسل عن طلب العلم لأن طلب العلم ماذا فريضا على كل مسلم وأيضا لا نؤذي الآخرين بالقول أو بالفعل لأن الرسول نهى عن ذلك يبقى ننتهي ونكتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن نحرص في النهاية على أن نجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الوالد الإخوان الأصدقاء الناس أجمعين حتى أشد من محبة الإنسان لنفسه لكي ينال محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة